وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 414 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 110.5 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط ما يقرب من 36 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإهلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للإستلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 75 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 619 قضية من بينها 181 قضية خبز ناقص للوزن ومئة واثنتين قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 45 طن أقماح محلية